السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشاء الله تكونوا بخير أخواتي أخواني هذا الفيديو قصير وخفيف ضريف يعني راني متحيرة على الجالية وراني راكم في بالي والله من اللي در تلك من الله إذا قبيلتوا ما قلتوا لي تسألوا فيي بالزفع للغالق جبتلكم الدليل بعد ذلك مبتيت فيديو لي وش قال والآن راح نجيب لكم دليل آخر لي أكد عليه السيد رئيس عمادة الأطباء بالجزائر محمد بقات بركاني راح نقول لكم وش جاوب يعني على الجرائد هكذا خوتي يعني بالدليل القاطع وفالا هكذا ان شاء الله تكونوا متطمنين وتركضوتوا مهانين بعد الغلق بدول أوروبا والمغرب وأمريكا هل ستغلق الجزائر مجالها الجوي بسبب متحور أكد رئيس عمادة الأطباء بالجزائر محمد بقات بركاني أن الوضعية الوبائية في فرنسا والدول الأوروبية مسيطر عليها بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات مضيفا أن الجزائر هي الأخرى تفرض حاليا بروتوكولس حسار مع الوافدين من هذه الدول وتخوف الدكتور بقات في تصريحه لجريدة الجالية من رحلات الجزائر مع دول الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر بما أن الآخرة لديها علاقات ورحلات جوية مع الدول الإفريقية التي سجل فيها هذا المتحور لفيروس كورونا قائلا أنه يمكن أن تكون باب لدخول المتحور إلى الجزائر واستغرب الدكتور بقات بركاني قرار السلطات المغربية بغلق المجال الجوي مع فرنسا بما أن الوضعية الوبائية مسيطر عليها في فرنسا والدول الأوروبية مرجحا أن يكون السبب هو توافد السياح الأجانب من كل بلدان العالم إلى المغرب عن طريق فرنسا ويضيف وبخصوص سؤال الجالية عن ضرورة تحديث بروتوكولات الدخول والخروج إلى الجزائر الخاصة بالنقل البحري والجوي نفه الدكتور بقات بركاني احتمالية فرض الجزائر لبروتوكول صحي جديد كالحجر الصحي قائلا أنه يمكن فرض التلقيح وحمل الجواز الصحي بشكل إلزامي في ظل تسجيل حالات المتحور الجديد أوميكو في بعض الدول خصوصا أن الجزائر أخذت درس مع المتحور ديلتا وماذا بعد اكتشاف المتحور أوميكو بأحد مطارات فرنسا أجاب الدكتور وبعد انتشار أنباء عن تواجد حالات لحاملين متحور جديد في فرنسا في مطار باريس أورلي قال الدكتور بقات بركاني أن شبكة التشخيص في المطارات الأوروبية قوية بما فيه الكفاية ما جعلت السلطات هناك تعزل هؤلاء الأشخاص مستبعدا انتشاره داخل فرنسا وأخيرا أشار الدكتور بقات أن غلق المجال الجوي من عدمه متعلق بالسلطات العليا في البلاد على رأسهم رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن هذه هي أخوتي أخوتي الأجوبة والتصريح البروفيسور والقائد الأطباء بقات حبي تبركي نوضح لكم إخواني أخوتي لا للخوف لا واللي تكتبها ربي إن شاء الله يتجي وإن شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء نقول لكم صبحوا على خير ليلتكم سعيدة والسلام عليكم اشتركوا في القناة